النسيادتك تبقى رئيس مجلس إدارة نادي الزباط الشرطة المنتخب لأول مرة من بعيد قوي لما تلغل الانتخاباته كنزل فبالتالي حضرتك اللي بتمثلنا وحضرتك اللي بتتكلم باسمنا وإحنا دمى لحضرتك السلطة دي علشان حضرتك توصل صوتنا للبيادات اللي ما بتسمعناش اللي قاعدة في المكاتب وكل الكلام اللي بيجي لها تمام يا فندم الوضع حلو يا فندم ما تقلعش يا فندم والبواب اللي بتتقافل في وشنا حضرتك اللي بتفتحها حضرتك موجود هيا يا فندم ولو تم قassung الصوتكه لكل واحد في مصر أنا حسيب أسهل مكانك أماشي سيدتك أستطيعها لأن كل زباطك وكل الولادك اللي انتخبوك وأخيرك دارك أنا هستشهد حاجة بسيطة جداً في موقف سيد الرئيس جمال عبد الناصر بعد عملية تدمير ميناء إناب لما الدفاضة عن البشرية سلموا نفسهم للأردن والملك حسين احتجز للدفاضة عن البشرية سيد الرئيس جمال عبد الناصر بعد جاب الملك حسين واحتجزوا في مصر لحد ما الدفاضة عن البشرية جاب وإحنا كل يوم بيجينا ناس من حماس ومن فلسطين بننزل وقع عليهم خدمات عشان نحميهم وقالاتنا مفقودة عن دور السيافة الموجود هنا بدي أخذ مطلق كاميرا مبارك 11 واحد من حماس وقالاتنا رئيس جمال عبد الناصر بالعين بالعين والسن بالسن بالسن والبادئ أصلا إحنا كل يوم بيدخلونهم وبنأمنهم وبنوقف عليهم خدمات وإحنا أولادنا مخطفين عندهم يبقى ما يطلعوش من مصر خلنا أولادنا إرجاعوهم من دور مصر خطورتين يا جمالي بالنسبة للمشهد اللي يتكرر يوم 30 يونيو 28 يناير لما تخلنا كلنا لما تخلنا كلنا يوم 28 يناير لما كنا موجودين في الشارع ومقدورين كلنا والوزارة ضحيت بنا كلنا وكان كل واحد فينا بياخد قراره من دماغه لأن الأجهزة طبعا زي ما حضراتكم عارفين فصلت والتليفونات اتقطعت والكلام من ده كله وفي الآخر أدى للواكسة اللي احنا كنا فيه لازم لازم يا سيادة اللواء ناخد دلوقتي خطوة صح قبل اليوم اللي جاي احنا بلاقى ب15 يوم احنا ما بنقولش ايه الكلام يا صلاح بيه احنا الزباط الصغيرين اللي موجودين في الشارع احنا اللي بنموت احنا اللي بنبقى في وش المدفع احنا اللي بنحاسب على المشاريع انا قاسف جدا يا فندي من السيدة المساعدين وسيدة الوزارة العادية في المكاتب اليوم، احنا عملنا ايه شهادقة بين خميس معنا بالأول يوم عارف احنا عملنا ايه الناس اللي موجودين هنا من زماء عارفين احنا عملنا ايه احنا مافيش بايدينا حاجة نعملها لان محدش بيسمعها لما انتخبنا سيادتك واحد من ضمن المكاتب دي علشان توصل الصوت الناس اللي فوق يا صلاح بيه يا صلاح بيه انت ستطلت الناس دي كلها لازم يا فنديم انا قاسف اوي قلبك كلنا بران اوي قلبك يا باشه كلنا بران يوم كلاديين يوني يوم كلاديين يوني مفيش صابر هدوش على مطار الإخوان المسلمين هدوش صابر الوقت على مطار الإخوان المسلمين يوم كلاديين يوني يوني الجوينيين ورح ونزلون نحن ونزل أسلة عشانهم هيبت ويتغابونا تاني ويعيدوا الفيلم من الآن ويتقالز الصوات ثانب الشرطة إنه تحلوا وقت والله يا جديد أسجول كل الكلام ده متوخي مفقود ! مطردش دخل من 3 منها عن الكلام ده بعد الناس موجودين في السجون وهو في الراساء وموجودين كلام مانتزيش الكلام ده أخوانا التاريخ مانساش الكلام ده أصرح بيه التاريخ مانساش الكلام ده أصرح بيه قال له ماشا أنا لو فيه صابت لو صابت تكتر نزل على مطار الإخوان المسلمين يومنا عندين يونيو أنا عريفتين أقسم بالله وعدرد بالنه عشرة عشرة باشر قصة بالإحفاد قصة بالإحفاد قصة بالإحفاد كلنا من تفقين اخوة الإنسان في المطرات يوم تلليل قصة بالإحفاد عن اتزام تأليم المشاوات الشرطية صدور قرار من الوزير في جميع وسائل للإعلام قرار من الوزير في جميع وسائل الإعلام ان اي تعدي على وجل من رجال الشرط او منشأة من منشآت الشرط هيتام التعامل معه بالتصفية الخورية وما يجيش بعد كده جميس الحديث والمجلس الحديث يقولون بطل بالصوات ما يجيش بجنوة خمسة شهيد ما يتذكرش اسبورت غير في شهر تنادر بعد الأحكاس بشهرين منهم بغنية على حيات الحامرة وليبت عليها منهم سيطة من اللبات في الأمارة بتاعات الحريقة بدأت فيهم 24 يناير ما حد الزكر ناس متن عند الوزارة ما حد الزكر مجندين ما حد الزكر ما حد الزكر من قطاع أحمد شوق فقدوا بقفين عند الوزارة حد يوم تلاتين يناير لما سلمون الجيل وكان بحقهم تضطر قطاع بتاع الأمن الوضع ما حد الزكر الكلام ده ما حد الزكر ان السيد المساعد الوزير للأمن العام هرب في مضرها يوميها ما حد الزكر الكلام ده ما حد الزكر الكلام ده كله نفتلكم ونذكروا كويس قوي عشان الكلام ما يبعدش تاني انا قاسم جدا اللي اتوولت عليكم 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 انا قاسم انا قاسم انا قاسم جدا انا قاسم جدا انا قاسم جدا احاول كلمة. لو سمعتنا. انا قليت على نفسي ان اقول كلمة الحق. حتى لو لن ترضي الكسير. لو سمعتنا. السيد وزير الداخلية. السيد وزير خلي بالكم. لو وزير داخليتنا احنا وزرنا الداخلية. احنا كان الكلمة. السيد وزير الداخلية. وجه جميع قيادات الداخلية. وجه جميع قيادات الداخلية. وانا كنت موجود. لا تأمين لأي ديارات سياسية او مقرات. نهاية. يا حقيقة. والمعضاء السياسة منه هزي حقيقة. لن يتم تأمين. لن يتم تأمين لمقرات الانفوان. رحيم. رحيم. لكن تعلينات صدرت من وزير الداخلية كوبوتي لجميع قيادات وزارة الداخلية. ان يتم تأمين انوان الشعب. المناطق والمباني والمنشآت حيوية. وقابل كل حاجة المنشآت الشراطية. الواحي الشعب. الواحي الشعب.